وإلى الغصن الرابع من أغصان حديثنا في هذه الحلقة سؤال من بعض الفضلاء الأعزاء تحدثت في الحلقات الماضية عن ألوان الرايات أتحدث عن راية السفياني اليماني الخراساني إلى غير ذلك فذكرت أن راية السفياني حمراء سؤال من أن رواية في مختصر البصائر للحسن بن سليمان الحلي عن أمير المؤمنين تقول من أن راية السفياني خضراء هذا صحيح وأنا نقلت عن أمير المؤمنين أيضا من أن راية السفياني حمراء الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث السابع والستون بعد المائة عن الأصبغي ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين شخصية معروفة يحدثنا عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين أمير المؤمنين وهو يتحدث عن وقائع آخر الزمان وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب وإثني عشر ألف عنان من خيل السفياني يتوجه إلى مكة والمدينة أميرها رجل من بني أمية إلى آخر ما جاء في الحديث الطويل المفصل وخروج السفياني براية حمراء أميرها أمير هذه الراية أميرها رجل من بني كلب وبني كلب في التعريخ هم أخوال يزيد ابن معاوية والسفياني من ولد يزيد الرواية هكذا حدثتنا من أن السفيانية من أنسال خالد ابن يزيد ابن معاوية وبني كلب هم مسيحيون وهم أخوال يزيد ابن معاوية أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل وإنما الحديث هنا يخبرنا عن أن السفيانية يخرج براية حمراء وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب يعني أن السفيانية يضع رايته هذه عند هذا الكلبي والمراد من ذلك أن رئيس وزرائه فإن الذي يحمل الراية في زماننا من بعد رئيس البلاد هو رئيس الوزراء رئيس الوزراء أو ما كان في هذه المنزلة الذي تأتي سلطته من بعد الرئيس الأول إذن هناك الرئيس السفياني وهناك رئيس الوزراء كلبي من بني كلب وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب هذا ما جاء في البحار نقلاً عن الأصبغي ابن نباتة أما ما جاء في مختصر البصائر وهو للحسني ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري وهذا المختصر مختصر لبصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس إنها خطبة أمير المؤمنين التي تعرف بخطبة المخزون والتي تبدأ في صفحة الثالثة والستين بعد الأربعمائة ترقم بالرقم الرابع عشر مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الخطبة طويلة نذهب إلى فاصل إذن عندنا روايتان رواية تقول من أن راية السفياني حمراء ورواية تقول من أن راية السفياني خضراء هناك احتمالا الاحتمال الأول أنه حدث تصحيف في أحد الروايتين فإما أن تكون راية السفياني خضراء وحدث تصحيف في الرواية التي قالت من أن رايته حمراء فتبدل اللفظ من خضراء إلى حمراء وإما أن تكون الرواية التي تعرضت للتصحيف هي التي قالت من أن رايته خضراء حمراء فتكون الرواية التي قالت من أن رايته حمراء هي التي لم تتعرض للتصحيف هذا الاحتمال وارد مع ورود هذا الاحتمال بالنسبة لي فإنني أقدم الرواية التي تقول من أن رايته حمراء لماذا لأن اللون الأحمر هو شعار الأموي في الجاهلية وفي الإسلام إلى زمان الهدنة التي عقدت بين إمامنا الحسن صلوات الله عليه ومعاوية لعنة الله عليه إلى زمان الهدنة فإن معاوية غير الراية الأموية إلى اللون الأبيض فصارت رايتهم بيضاء لماذا لأنه أراد أن يضحك على الناس النبي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رايته في أكثر الوقائع إذا كان هو موجودا فإن فإن رايته هي الراية العقاب وهي راية سوداء ولكنه حين دخل مكة في فتح مكة رفع راية بيضاء فمعاوية أراد أن يقول من أنه بعد أن صار خليفة بعد الهدنة مع إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه من أنه هو وارث تلك الراية كي يزيل عنه وعن عائلته صفة الطلقاء إنها صفة مذمومة حينما قال لهم رسول الله اذهبوا فأنتم الطلقاء في فتح مكة أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الوقائع التاريخية فمعاوية غير الراية إلى اللون الأبيض وإلا فإن الأمويين معروفون بأن شعارهم هو اللون الأحمر أقرأ عليكم بعضا من الأحاديث هذا هو الجزء الحادي والعشرون من جامع أحاديث الشيعة والذي ألف بإشراف حسين البروجردي إنه المرجع المعروف في مدينة قم هذه هذه طبعة انتشارات واصف لاهيجي قموا المقدسة في الصفحة الثانية الثانية والتسعين بعد الثلاثمئة إنه الباب الخامس عشر الحديث الحديث الثاني عن الزعفران لنا الزعفران هذا النبات المعروف وكانوا يتطيبون به ويلونون الثياب أيضا به الزعفران لنا والعصفر لبني أمي والعصفر نبات يصنعون منه صبغا أحمر وهو شديد الإحمرار الزعفران لنا والعصفر لبني أمي فهذا معروف عنهم الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يكره اللباس الصبيغة بالعصفر أي الذي يكون ملونا باللون الأحمر ويقول لا تلبس الحمر فإنها زي قارون وهي صبغ بني أمي إلى غير ذلك من الروايات والأحاديث اللون اللون الأحمر هو لون بني أميه ورايتهم في الجاهلية وحتى في الإسلام هي الراية الحمراء ولكن معاوية غيرها بعد ذلك إلى اللون الأبيض لأمر في نفسه فحينما نأتي إلى روايتين تتحدثان عن السفياني ونحن نحتمل التصحيف في إحداهما فرواية تقول بأن الراية حمراء ورواية تقول بأن الراية خضراء هذا مع احتمال التصحيف وإلا فهناك احتمال آخر من أن هناك أكثر من راية وهذا شيء معروف في الأزمنة القديمة وفي الأزمنة المعاصرة الآن على سبيل المثال الدولة لها علم الولايات المتحدة الأمريكية لها راية لها علم العلم المعروف وزارة الدفاع البنتاجون لها رايتها القوات الجوية لها رايتها القوات البرية لها رايتها القوات البحرية لها رايتها وهذا كان موجودا في الأزمنة القديمة هناك الراية الكبيرة والتي ترفع عند خيمة القائد عند القائد مقدمة الجيش لها راية مؤخرة الجيش لها راية قلب الجيش هناك راية الميمنة لها راية الميسرة لها راية فحينما يحمل جنود الميمنة تبقى الراية علامة لهم حتى لا يتفرقوا ويختلطوا بجنود الميسرة فالميسرة لها راية الميمنة لها راية حينما تلتق الجموع وتصطدم الجيش في حالة الحركة والهجوم أو في حالة الانسحاب فإن الراية هي التي تكون علامة لجنود الميمنة على حدة إنها راية الميمنة وهكذا الميسرة فهناك رايات هناك الراية الكبيرة للجيش وبعض القادة الذين يكونون متميزين من قادة الجيوش تكون لهم رايات خاصة بهم بحيث إذا دخل القائد إلى المعركة وترفع رايته هذا يعطي إعلاما للجيش بأن القائد قد دخل في المعركة وهذا يثير حماسهم ويعلمهم بأن الأمر صار في غاية الخطورة فهناك راية في زمان رسول الله حينما يرسل السرايا وحينما يرسل المقاتلين في أمر من الأمور في مهمة من المهمات فإنهم يحملون راية معينة كل مجموعة تحمل راية معينة الراية العاصل إنما تحمل حينما يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله معهم الإمام الحجة صلوات الله عليه عنده رايات في جيشه رايات عديدة فليس هناك من مانع أن تكون عند السفياني راية حمراء هي الراية الأصل هي الراية الأموية وأن تكون عنده راية خضراء هي رايته راية مقر القيادة لا يوجد إشكال في ذلك هذا على الاحتمال الثاني أما على الاحتمال الأول وهو احتمال التصحيف في إحدى هاتين الروايتين بالنسبة لي إنني أذهب مع الرواية التي تقول بأن راية السفياني حمراء لأنها راية الأمويين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر